رياض سلامي برأيك موضوع حاكم مصر في ابنان رياض سلامي سينتهي إلى إصدار مذكرة التوقيف بحقه وتنفيذها أو بطريقة ما سيتلقيله مخرج آمن من الحياة السياسية والمالية في لبنان مخرج آمن؟ ليش بأننا نعمله مخرج آمن؟ هو لاجئ سياسي يعني نحن هذا الرجل هو البعض يقول يعني رأس المنظومة ماليا خليني أقول لك أنا سميته معك هنا وبغير هذا سميته دائما حارس المغارة في مغارة لصوص موجودة بالسلطة نهبت أموال الموضعين من المقيمين والمغتربين لأنه صرخة المغتربين كمان كبيرة اختربت بيوتهم كل جنة عمرهم وحطوهم هنا أساس هذه جنة ضرائبية والجنة المصارفية لبنان كل هذا الشغل أو كل هذا الأداء هو مسؤول عنه مغارة اللصوص هو الأواقف على بابها لابد من إزاحته حتى نعرف شو فيه حاول الرئيس عون كمان عشان ننصفه بهذا الجانب حاول في موضوع التدقيق الجنائي إنما العرقيل كل يوم عم تنحط أمام الفريق رغم أنه توقعت عقوده وأبضوا مصاري الشركي اللي كان من المفترض تقوم بهذا التدقيق حتى اليوم هذا التدقيق لم يحصل وبالتالي مين المسؤول عن عدم حصوله؟ هو حاكم مصرف لبنان وهلأ عم تنربط القصة بنهاية موضوع السرية المصرفية وزارة المالية هذه بقرة غير عادية وهذه قصة طويلة عريضة لحالها بس خلينا نبلش من مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان ما فيه يتأمن له خروج آمن حاكم مصرف لبنان لازم يتحسب ولازم يتحقق معه هلأ فيه بروسس يعني فيه مسار عم ينحكي عنه أنه بده ينعمل مذكر التوقيف بحقه وبالتالي بتعطي الإمكانية أنه يكمل مهامه لأنه هذا قضاء بالنهاية وهذا مش قضاء ما شفنا حد اعترض على قرارات الرئيس غادة عون يعني لا مدعم التمييز ولا غيره وبالتالي رغم أنه منفزت الضابطة العدلية وأنا بعتقد الخطأ اللي ارتكب أن يكلف أمن الدولي في هذا الموضوع وأمن الدولي موصوم بأنه يعني يتبع نعم للرئيس عون أو قريب من التيار اللواء صديبة هاي بتروح عادة على الضابطة العدلية المفترض وبالتالي كان لازم تكلف الضابطة العدلية لما ما بتنفذ حتى الضابطة العدلية لازم تتحاسب أنه تكون تنفذه قرار قضاء بالنهاية وإلا إذا ما في قضاء ما في دولي يعني رح نضلنا على نفس النغلة مذكرة التوقيف عم بتقول حضرتك أنه رح تصدر مذكرة التوقيف أنا أقول أنه عم ينحكي عن مسار أنه عم ينحكي عن مسار أنه بتصدر مذكرة التوقيف وبالتالي هو تعطل مهامه وتشمل هذه أو بعدين يعني ممكن يطلع قرار بأنه حتى النواب وما فيهن يمارسوا مهام بديل ونائبه الأول لأنه هني المفترض شركاء له بالتلاعب في الدولار والعمل الوقاني يعني يبدو يصير تعطيل بمعنى وتوطيف عمل كل المجلس المركزي وممكن ساعتها ينراح على تسمية حارس قضائي على المصرف المركزي وبالتالي يدير هذا المصرف بانتظار أن تبتل أمور بما يعني الحاكم ونوابه والفريق العمل هذا أمر بس ما بيتوقف يعني هو الهدف تجميد عمله وعمل المجلس المركزي اللي يدير آخر إذا طلع قرار توقيف لازم يتوقف إذا بده حدا يحميه ما يخليه يتوقف هذا أمر آخر بس هو إذا طلع قرار بده يتوقف يعني بالمبدأ بس من قادر على إدارة هذا الجنون بالأسعار بسعار السرق لماذا نحن هلأ مش عايشين أنا مش عم بحكي مؤيد أنا حكما ضد حاكم مصرف لبنان وكل هذه المنظومة المالية بوزارة المالية وبحاكمية مصرف لبنان إنما في حدا يجاوبنا على سؤال كيف كان الدولار 33 ألف وكيف صار 20 ألف ونزل للـ 19 ألف ورجع طلع للـ 21 ألف كيف تصير هذه الأمور كيف بنلعب بأعصاب الناس بمالها بحياتها برزقها بمعيشتها اليومية وبإمكانية أنها تستمر وتعيش كيف يعني مين سمح له لحاكم مصرف لبنان وللمنظومة اللي حاميته وللحرمية اللي حواليه من صرفين وجمعية مصارف وغيرها مين سمح له نياكله أموال الناس ومين سمح له ينهب الناس هذا اللي عم بتقوله هو حارس المغارة طيب إذا جمد عمل حارس المغارة مين من جوه بده يشتغل بالبلد اللي بره أسوأ يعني مين بده أساسا يمسك هذا الموضوع مين قادر يمسك هذا الموضوع في كدير ناس قادرين هذه نظرية أنه راح نظلنا عايشين كل حياتنا لما بتقولي هذا الشخص ما عاد بيمشي يا عمي هذا زرامي ما عاد عم يشتغل شي وما أنتج شي خلال سنوات طويلة وما عمل وما سوى طيب مين البديل شو مين البديل ما الدنيا بتوقف عند شخص عند هذه المنظومة ما عم بتقدم لك البديل الأفضل هيدا اللي نفع كل العالم اللي عم تسمع بتقول إذا رحنا لهون وشو بدي يصير بالدولار هلأ شو بدي يصير بالدولار ما هو كمان ما حدا بيعرف شو بدي يصير بالدولار ما يكون هلأ تهدئة الدولار وتهدئة السوق وضبط سعره بهامش معين بين العشرين واثنين وعشرين مثلا ما تكون لعبي ما قبل الانتخابات ما قبل إقرار البلاوي اللي جاي بالموازنة واللي هني رح يحطوها تحت عنوان إنه ما في حل وقال صندوق النقد الدولي ما بيعطينا مصاري يلا بنحكي عن الموازنة وغيرها ويكونوا مثل ما بقولوا عم بنيمون على حرير هالفترة لحتالي بعدين بقطعوا الانتخابات بيرجعوا بيقعدوا على الكراسي من جديد بس هناك بعدها بتصير المصايب اللي منتظر لأنه جلسة المحددة لحاكم مصر في بني هي بـ 15 شباط لا لا فيهم يعمل يعني عدافهم يتحكموا بتجمية كل الأمور إذا بدأت تأخذ قرار الرئيس غادعون مفروض قبل جلسة 15 شباط مذكرة التوقيف إذا بدأت تصدق طبعا يعني في شيء طبعا لا لا هو عشان هك عشان هك قيل أو سرب في الإعلام أن رئيس الجمهورية أعطاه مهلي أسبوع مش هيك حتى هو يرد على أو يعني يستجيب لطلب استجوابه وتحقيق معه هلأ إذا ما أعمل هالموضوع أنا مش أصد داعم أو مش داعم أرجع بقول أنا ضده وضد هذه المنظومة هلأ إذا كان فيه إمكانية لعملية جراحية من هالنوع مع ضمان أن يكون البديل شخص واثق ويوحي بالثقة للمرجعيات المصرفية الدولية لأن نحن بالنهاية يعني نظامنا المصرفي مفتوح على العالم مضبوط وكمان يوحي بالثقة بالداخل أنا مع تغييره والإتيان ولو بحارس قضائي ما سيقدر يحمي رئيس الحكومة نجيب ميقاطي أنا بأعتقد القصة ليس عند نجيب ميقاطي عن مين؟ القصة عند الأمريكان أول شيء ما بعرف إذا يعني إذا ربطنا هلأ لأنه رح نحكي عنه إذا ربطنا هذا الموضوع بموضوع ترسيم الحدود والخطوة التي صارت ما بعرف أديش رايح الرئيس هنا في المواجهة بهالموضوع عند الرئيس بري هالراحي يتركوه يعني ما مننسى أنه إجاب الهليكوبتر من الجنوب لبعبدالا وقف قرار إقالته أنا ذاك في آخر أيام حكومة الرئيس حسان الدياب ودفع حقه الرئيس حسان الدياب هذه القصة وبنفس الوقت البطريارك الماروني عضلت بشار الراعي وبالتالي يعني كلهم هاودي وأنا نشوف كمان من بعد فعل حواشي يعني كمان ممكن يكون متمسك فيه أكتر لنشوف إذا رح يتصدوا إذا رح يواجهوا رح يحاولوا يمنعوا هذه الخطوة إذا كانت رح تمشي أحدتك شو بتقول تمشي أنا بعتقد أنا بعتقد في شي عم يعد بهالاتجاه هلأ لوين بيوصل ما بعرف لأنه في مسار قضائي مشي ما رح يوقف أنه عملنا مذكر التوقيف ونمنع عليها رح يصير يعني في إلى ناس بيقدر يرجع يطلع تعميم أو مذكر الجلد ما بعود يقدر يطلع تعميم ما بعود يقدر يمارس مهماته ويصار مطلوب للعدادة مش مثل حالة النواب كانوا يحمون بفتح الدورات وأكفال الدورات حتى النواب ما قدروا يحمون لا هو بالنهاية موظف موظف يعني لا هو موظف بالنهاية وانه من المفترض أن يخضع للقانون فلسف أكثر لا هذا ما له علاقة النقد والتسليف وكلهم كنتوا ناسين النوقت اللي كان يخرب البلد رح نتابع بعد أول فاصل أعلاني بموضوع زيارة وقدوم الوسيط الأمريكية أموس هوكستاين اللي مفروض يوصل بعد غد إلى بيروت هل تغير المسار التفاوضي نتيجة التطورات اللي عم بتصير بفييننا ولا رجع ليؤكد المؤكد نحن بدنا خط التفاوض اللي صاروا متمسكين به هي أكثر فريدريكوف ولبنان بدو 29 بين هذين الخطين بعد فاصل أعلاني أول مشاهدين أهلا بكم من جديد ونتابع حوارنا مع القيادي السابق في حركة أمل محمد عبد زيارة هوكستاين شو رح تفرق هذه المرة عن المرات السابقة وهل نحن ذاهبون باتجاه عودة مفاوضات ترسيم الحدود ولا مزيد من التأزوم أول شي خلينا نحكي عن حسب المعطيات شو عم بفكر هوكستاين مع الفريق اللي بيشتغل معه بهذا الموضوع حسب المعطيات الموجودة رجعنا لفكرته الأساسية اللي كان طرحها سنة 2013 بعتقد حول الشراكة الاستثمارية دون الترسيم فوق المياه يعني الشراكة الاستثمارية تحت المياه بينها وبين كيان العدو دون البحث في موضوع ترسيم الحدود البحرية بمعنى أنه هلأ طلعوا هؤلاء اللي موجودين تحت الماء استفيدوا منهم أنتوا والإسرائيلية وبالتالي ما في ضرورة هلأ ما في ضرورة هلأ تجوا ترسموا ترسموا هالحدود وضلكوا على الأنين ورح تجي الحجة الأساسية أنه حالتكم بالويل ووضعكم الاقتصادي والمالي ورح تطلعنا أصوات بالداخل هون كمان بلشت أنه يا عمي شبتكم بهالشغلة وين أخديننا على تحدي مع العدو الإسرائيلي على أساس نحن كنا نحكي عن 17 أيار على أساس نحن بزمن فليب حبيب وجولاته المكوكية والله بزمن التوقيع على 17 أيار ما نحن انتفضنا على هذا الموضوع لأنه اعتبرنا هذا أمر يمص السيادي كيف نقبل بموضوع يمص السيادي والأهم أنه بخسرنا سرواتنا التي قد تكون المنقذ الوحيد للبنان في موضوع الحصول على مال من دون الشحادي التي تعودت عليها والتي تسرق منها منظومة الفساد الموجود بالصفة نحمي حالنا كما تقول بلد هناك رسالة أرسلت من الحكومة اللبنانية الحالية حضرتك عندك ورح تكي عنها أكثر وصلنا الآن رسالة أيضا أرسل وزير الخارجي والمغتربين عبدالله أبو حبيب لموضوع الوساطة التي يتم الحديث عنها عبر الوسيط الأمريكي وتمسك لبنان بيانا هن رسالتين رسالتين راحوا رسالة راحت لرئيس مجلس الأمن الدولي ورسالة تلقى أياً بدأت تروح لأمين عامل أمم المتحدة رسالة رئيس مجلس الأمن الدولي اللي بتحكي عن الموضوع رسالة أمين عامل أمم المتحدة هي نسخة طبق الأصل مع زيادة عليها أنه يطلب منها من أمين عامل أمم المتحدة أنه يحط هذه الرسالة على موقع القانون البحار التابع للأمم المتحدة حتى لبنان يقول أنه أنا رديت على الرسالة الإسرائيلية اللي جتني بالمرة الماضية رد لبنان شو هو؟ خلينا نقول المهم أبل رد لبنان خلينا نشوف نحن وين كنا اليوم الإسرائيلي بمصار التفاوض اللي صار بالجولة الرابعة اللي قطعنا فيها مع الوفد المفاوض برئاسة العميد الركن بسام ياسين كان الإسرائيلي واضح أنه بده يفل عن الطاولة ليش؟ لأنه كان عم بتابع ما يجري في الداخل اللبناني وهذه نقطة مهمة كتير لازم يسمع الرأي العام ومش مهم يسمعوها المسؤولين لأنه بيعرفوها بس هن السبب بهذا الموضوع كانوا عم يتصارعوا مع بعضهم منمضي المرسوم تعديل المرسوم 6433 لا ما منوقعه لا ما في حكومة ما فينا نعمل مرسوم استثنائي دخلنا بهذا الدوامي الوقتها الإسرائيلي حاس أنه هو لبنان في حالة إرباك سياسي في التعاطي مع هذا الموضوع وبالتالي ما في ضرورة أنه يظل قاعد على الطاولة ما فيه شغلتين كان ممكن يرجعوا يجيبوه على الطاولة قبول لبنان بالخط 23 اللي بيعطينا 860 كيلو متر مش يقبول فيه القبول بالتفاوض حوله يعني العودة إلى خط هوف وإزاحة موضوع الخط 29 والأمر الثاني أنه نمضي المرسوم ونوديه للأمم المتحدة لما ما عملنا هاوضة اثنين خلص طلع الإسرائيلي من التفاوض ومدعوما من الأمريكي أنا زاك بالسفير ديروشي ووقفة القصة اللي أعادهم مرة وحدة هي بآخر بالجولة الخامسة هي معلومة خاطئة أعطاها أنا زاك النائب الياس أبو صعب لديفيد هيل اللي قالوا فيها أنه تعال الأمور جاهزة حتى تتوقعوا إجا لهون عمل زيارة وإجا ديروشي فوجئوا بأن الوفد اللبناني ليس لديه تعليمات وأنا عم بحكي كلام دقيق ليس لديه تعليمات بأن يقبل بأي تسوي حتى أن رئيس الجمهورية أنا زاك كمان عشان نعطيه حقه بالشغلات اللي بتكون نيحة طالع عن الرئاسي وتقال للوفد المفاوض أنه التفاوض من الثلاثة عشرين للتسعة عشرين مش التفاوض ورد الثلاثة عشرين يعني مش ضمن بين الخط الثلاثة عشرين وخط الثلاثة وبالتالي فرطة القصة بنا نسوفها للقريطة اللي عم بتحكي عنا حضرتك عنا إياها كمان اللي هي يعني لأكتر تابعوا معنا بالخطوط المشاهدين نعم وبالتالي كنا خسرنا لألف واربعمائة وثلاثين كيلو متر مربع اللي هون اللي هني موجودين اليوم الرسالة أهميتها عدة نقاط لأول مرة صراحة يعني عشان كمان نضوع على شغلي منيحة أنه هذه الرسالة لأول مرة تجاوزت موضوع المرسوم 6433 لأنه بلش لبنان يحكي بأنه نحن أبعد من الخط الثلاثة عشرين حتى ولو كان المرسوم يتحدث عن هالمسألة نقطة تانية بالرسالة في تحذير للعدو للطرف الثالث يعني مين الطرف الثالث الشركات اللي ممكن تجي تستثمر بالحقول اللي تعتبر متنازع عليها هذا الموضوع اليوم أي شركة صار فينا نحن نروح ندي عليها بناء على هذه الرسالة بهذه الرسالة اللي هي مرسلة إلى رئيس مجلس الأمن اللي كمان عم نشوفها بآخر جزء مننا حضرتك عم تحكي عن التحذير حين تشهير سفيرة دكتور أمال مدللي بأنه مازال لبنان يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يكون بها الوسيط الأمريكي ويؤكد الالتزام بالتوصل إلى حل تفاوضي ترجع بتقول كما يحتفظ لبنان بكامل حقوقه في رفع أي مطالب لاحقة ومراجعة حدود منطقته الاقتصادية الخالصة كما تنص المادة الثالثة من المرسوم 6433 وتاريخ 21 أول 2011 إذا فشلت المفاوضات غير المباشرة في تحقيق التسويات التفاوضية هذه نقطة كتير مهمة لأنه كل الشركات لأنه الرسالة التي بعتها الإسرائيلي بـ 21 كانون أول للأمم المتحدة حذر أي شركة لماذا بعتها ردا على موضوع العروض أو المناقصة التي لبنان طرحها في موضوع تلزيم كل الحقول إيجا الإسرائيلي قال ما فيكن تلزموا هذه الحقول وبالأخص منها حق القانة بالبلوك رقم تسعة لأنه هذه منطقة متنازعة عليها نحن ردينا على هذه الرسالة ولو بعد شهر إنما أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا صار الرد على هذا الموضوع كمان صار فيه تحذير لأي طرف ثالث يعني الشركات اللي ممكن تجي تستثمر في صغرة وحيدة بالرسالة كمان عشان نكون موضوعيين رغم أن ذكرها موضوع حق الكريش فيما يعني التوصيف كيف إسرائيل بتوصف حق الكريش إنه من حقها لم يتعرض هذا الموضوع من قبلنا للضغط المباشر يعني الحديث عن حق الكريش أتى عرضا ولم يعلن لبنان أنه أنا إلي جزء من هذا الحقل وبالتالي ممكن الإسرائيلي إذا ما أتبعناها برسالي اشتركوا في القناة